ترحيب يمني بهذه العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على خمس قيادات من الميليشيا الحوثية الانقلابية سنتعرف الآن على أبرز هذه القيادات من هم؟ ما هو الدور الذي لعبوها؟ إذن من هم هؤلاء القيادات الحوثية الخمس الذين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات؟ وماذا فعلوا؟ هذه القيادات بحسب الخزانة الأمريكية متورطة في اقتراف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل الاختطافة والتعذيب والقتل على رأس هذه القائمة عبد الحكيم الخيواني والملقب بأبو بكر أو أبو القرار وله دور بارز في اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 سجله حافل بتعذيب المدنيين والتورط في جرائم وانتهكات جاسيمة ضد النساء اليمنية ويعد أبو القرار المسؤول الأول عن الاختطافات والاعتقالات بحق الناشطين والصحفيين والمعارضين وأيضا الحاكم الفعلي وصاحب القرار بوزارة داخلية الحوثيين الاسم الثاني في قائمة المطلوبين وهو مطلق عامر المراني والمقنى بأبو عماد وهو رجل المخابرات الأول ويتولى منصبة نائب رئيس جهاز الأمن القومية التابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء المراني هو واضع العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية لليمنين كونه المتحكم الأبرز في برامج الأمم المتحدة باليمن كما أنه متورد في انتهكات خطيرة وجرائم أخلاقية ومالية وتولى المراني أيضا ملف تجنيد الفتيات للتجسس على أنشطة المنظمات الدولية والموظفين التابعين للأمم المتحدة وكان يفرد إتاوات على تلك المنظمات أما الإسم الثالث في القائمة فهو سلطان صالح عيدة زابن ويعتبر المسؤول عن الاختيالات التي تحدث بحق المعارضين يتبع قائمة تضم أذرع أمنية متشابكة تدربت على أيدي الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وما هدت لتفكيك تحالفات المجتمع وإسقاط صنعاء عام 2014 مهام عمله تحديدا هي اختطاف وإخفاء النساء في عدة مبان مدنية حولها إلى معتقلات وسجون سرية للنساء ننتقل الآن إلى القيادي الرابع وهو عبدالرب صالح جرفان والملقب بأبو طاها ويعتبر أحد الذين تم إرسلهم إلى إيران للتدرب على يد الحرس الثورية أقلته الميليشيا الحوثية من قيادة الجهاز الأمن القومي في عام 2019 بعد فشله في تنظيم عمليات أو تنفيذ عمليات إرهابية في بعض المناطق وتصفية قيادات قبالية وفق معلومات إعلامية الإسم الخامس فهو أحمد قاسم الشامي وهو الذي شغل منصبة وكيلة للجهاز المركزي للأمن السياسي بعد اشتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وأيضا شغلاء منصب نائب لرئيس جهاز الأمن والمخابرات والمتورد باختطاف وإخفاء مئات النساء والفتيات في صنعاء ترجمة نانسي قنقر